الجرائم اللي صارت القتل حرق الخيم لمن يخالف تنظيم داعش اتطورت الى انه نساء كتيبة الخنساء وهذه معلومات دقيقة من داخل المخيم حصلت عليها يقومنا باختصاب الهتية بشكل حتى يزيدون اشبال الخلافة لان التنظيم منطهم استراتيجية ان الاحتياط المضمون لعصابات داعش هو موجود في هذا المخيم من حيث الفكر من حيث الموارد البشرية من حيث القدرة على حتى التدريب على الاسلحة على طرح الفكر الداعشي ايه دكتور اهنان السائل المرأة اللي متزوجة داعشي واللي خلفت من الداعشي واليوم تشوفهم يختصبن الفتية حتى يتكاثرون بهذا الفكر اللي تحمله واللي تغذي الاولاته شو ننأمن على مجتمع انه نجيب هؤلاء نخليهم بمجتمع سؤال جيد جدا سؤال جيد جدا ما تقوم به وزارة الهجرة ومستشارية الامن القومي واجهاز الامن الوطني هو بتدقيق حالات هؤلاء لانه مو كلهم هم متورطين وقابلين على الفكر الداعشي هناك درجات متفاوتة هناك من تورطه هناك من سيقه يعني بشكل خارج ارادته هناك نساء يفكرنا ترى باولادهم يريدون لهم مستقبل نعم يريدون يدرسوهم يريدون يعلموهم يريدون لهم حياة كريمة حتى هم ترى يعني هم بشر مو يعني ناس مجوه فلذلك هذه المسألة تدقق من قبل الاجهزة الحكومية في المخيم ومن ثم يتم اختيار من يتم ترحيله الى مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الجدعة يقضي فترة من ثلاثة الى اربعة اشهر ومن ثم ينقل الى مجتمعاتهم قسم صار تأهيله سريع قبل يعني تأقلم بسرعة قسم لا يتأخر حسب هو قناعاته وهذا يحتاج الى جهود وبرامج نفسية وتعليمية واقتصادية وتوفير فرص عمل لهم في المجتمعات